اشتركوا في القناة استقطاب المزيد من السياح والزوار للمملكة على مدار العام وحرصت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة على تنظيم برنامج زيارات حافل لهؤلاء لوكلاء السياحيين العالميين تضمن تعريفهم عن قرب تنوع الوجهات السياحية في مملكة البحرين ووجود الكثير من الفعاليات المختلفة إضافة إلى التطورات النوعية التي يشهدها القطاع السياحي وتمكنه من تحقيق إنجازات غير مسبوقة يبرهن عليها استقطاب البحرين لأكثر من تسعة ملايين ساح وتحقيق عوائد إثنائية فاقت المليار ونصف المليار دينار في عام 2022 ومهدت هذه الاستضافة لعقد لقاءات بين الوكلاء السياحيين العالميين وعدد من ممثلي المنشآت السياحية البحرينية في قطاع الفندقة والضيافة والترفيه وتنظيم الفعاليات وغيرها وذلك بهدف الدخول في اتفاقيات تعاون سياحي مشترك كما مهدت هذه الاستضافة أيضا لإطلاق المزيد من الباقات السياحية الجاذبة والتنافسية في أسواق الدول التي تعمل فيها